كان يتردد على بيتي أحد قيادي جبهة الإنقاذ أعتبره من أحسن العناصر الجزائرية شاب يكتسب ثقافة إسلامية أصيلة وثقافة عصرية هو الأخ عبد القادر حشاني رحمه الله وكان مدركا لماهية الدولة الحديثة يقال أنه الوحيد أو أبرز قيادات الإنقاذ الذي كان لديه رؤية سياسية أشهد أنه كانت له وضوح في الرؤية ومعرفة دقيقة بالدولة الحديثة كان يتردد على بيتي فعند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة قلت له تحتوي على مخاطر الخطر الأول أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم ثانيا الغرور عند الفائزين فحذاري لابد من ضبط النفس ولا بد من تنازلات هذا كلام دار مباشرة بعد إعلان نتيجه وفجأت بزيارة له يوم 4 يناير 1992 يخبرني بأن هذه لأول مرة أعلن عن هذا الخبر يخبرني أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس شادلي ما هي التنازلات؟ الاكتفاء بـ 187 مقعد وإعطاء الأوامر للمناظرين أن يصوتوا على مرشح جبهة التحرير في الدورة الثانية حتى يقع توازن في البرلمان بين الجبهتين التنازل الثاني أنهم يتنازلوا على رئاسة الحكومة لأنهم هم الحزب الأول للأخ حسين أيد أحمد زعيم حزب القوة الجبهة القوة الاشتراكية والتنازل الثالث أنهم يكتفوا بثلاث مناصب وزارية التربية والعدالة والشؤون الاجتماعية فقررت في ذلك الحين أن أنظم لقاء بين الأخ حشاني وصهر الشادلي حتى يبلغ الأول لأن ما عندي علاقة بالشادلي نعم انقطعت العلاقة منذ خروجي من الحكومة وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي سنوبر بين صهر الشادلي وعبل قضح الشادلي السؤال اليوم هل أبلغت هذه الاقتراح للشادلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت ما كان أردفع فعل الشادلي؟ هل قبلها؟ لست أدري الشيء الذي نعلمه أن الشادلي أقيل أو استقال أربعة أيام بعد هذا الحادث فسؤال هل قيادة الجيش علمت باللقاء السري يوم 5 يناير وقررت إقال شادلي؟ هذا سؤال لا بد أن يجيب عليه شادلي في مذكراته أما أنا نظمت اللقاء ولست أدري ما كانت نتيجة لي هل كان يمكن من يتحمل مسؤولية العشرية الدموية في الجزائر؟ أكثر من 200 ألف قتيل بشكل رسمي أعلم المسؤولية مشتركة ولكن مسؤولية قيادة الجيش كبيرة